صباح الخير يا بنات عميني ايه؟ طبعا المعاردة زي ما انتو شايفين كده هنا من معاكم الكحك السادة والكحك المحشي اللي احنا عحشوينه اي حشوة انت عاوزيها اي حاجة انت عاوزيها وطبعا هقولك كل التفاصيل ازاي ينجح معاك الكحك وطريقته سهلة بالكباية وبالكيلو وكمان هقولك ازاي ان انت لو ما عندكيش البصامة اللي احنا عاملين بيها الاشكال هقولك ازاي برضو تعمليه اه طبعا انتو زي ما انتو شايفين كده الشكل دوت انا اقولكو بقى يعني او انا شغالة اتعرفوا ده معمول بايه؟ ده معمول بالبصامة اه ده اللي احنا حشناها طبعا شايفين اللون جميل ازاي اه كمان اه هقولكو كل الخطوات لنجاحه ولو شقق معاكي اه تعملي في ايه؟ طبعا هقولكو ان هو ازاي ان هو دايب بصو بصو مش متحمل زي ما انتو شايفين اهوت اقولك درجة انجاد درجة السوا ان انت تسوي عليها اه درجة ايه؟ واه هيزبط معاكي ازاي؟ طبعا زي ما انتو شايفين كده لون بصو واخد لون جميل من تحت والنقشة مراحتش منه ده كله هقولك تعمليه ازاي وان هي ده كله يبقى اه سواي مزبوط معاكي اه طبعا الاول مرة يشوفني اه وطبعا هقولكو برضو حاجة تانية اه ازاي الكيلو دي هيعمل معاكي تلاتة كيلو اه بعد التسوية كل ده هقولك لو انت لسه مبتدئ او فتحة مشروع جديد هقولك ده كله هيرمي معاك ازاي؟ طبعا انا هعمل بسمنة ميكس اللي انا خريط سمنة اه نباتي على اللي هو يعني اللي العادية بتاعتنا على سمنة بلدي تقدر ان انت تعمليه بسمنة بلدي بس حسب امكاينياتك اعملي اه هعمل كل الحاجات والحلويات بتاعت العادية اللي انا عاملها لكم بالسمنة لان فيه ناس اسألتني قالتلي اه هل ينفع ان انا يعني ما ينفعش ان انا عامل بالزلدة وعمل بالسمنة لأ اي حاجة ينفع تعمل بالسمنة انا عامل لكم كله اه كل الحلويات بالسمنة اه طبعا انتظروني الفيديوهات تانية كتير ولا هون مرة اشوفوا يشتري في القناة وفعل الجراز عبقل عشان نوصل لكم الجديد والشير مع اسحبكم من كل يستفيد وما تنفعش في تعليق جميل ولايك كده حلو من ايديكم جميلة وتعالوا بقى نشوف الطريقة مع بعض ودلوقتي بقى هنبتدي معاكم الطريقة السهلة بتاعتنا زي ما احنا قلنا هنعمله اه يعني ناعم جدا واحسن من بتاع المحلات طبعا دلوقتي زي ما انتو شايفين كده انا هعمل على كيلو ديق ده كيلو ديق طبعا اه بيجاب اللي هو الكيس العادي بتاعنا اللي هو الكيلو موزون هنا اه ده نص كيلو سالنا طيب لو انتي ما عندي ديش ميزان هقولك دلوقتي يعني هشوفوا معاك دلوقتي او هقولك تعالي بايه وهنشوفوا يطلع كم كوباية معايا هنا اه معلقتين سمسم على كل كيلو احط معلقتين سمسم وعندي هنا هافط برضو معلقتين من السكر وعندي بانيليا كسين بانيليا طبعا اه اللي عايز احط ريح الكحك هتحط معلقة صغيرة على كيلو اه تقداري تحطي محلب اه تقداري يعني بصي انا ما بحبوش بصراحة برحة الكحك اه فبحط له بانيليا بيبقى افضل بكتير اه وحط خميرة هاخد معلقة خميرة وزارة ملح هبتدي دلوقتي كده معاكو الطريقة طبعا اول حاجة هبتدي لها هي زارة ملح صغيرة خالص اهي رشة بسيطة خالص كده زي ما انتو شايفين هخط هنا معي بانيليا يبقى انت اللي عاوزة تخطي لك الكحك هتحط معلقة صغيرة على كيلو يقدر اتحط شي محلة بحط هنا معلقتين من السمسم اهي بقى المعلقة كده بالشكل المشاكله ده ببقى معلقتين بحطهم سمسم متحمص وبرضه معلقتين من السكر بالشكل ده وهقلب الكلام ده كله كده مع بعضه الاول طبعا دلوقتي هنحط الخميرة بقى هنشوف هنحطها ازاي لازم ناختبارها انا عندي هنا كباية اللي ربعة من المية انا مش هستخدمها كلها هحط بس منها ربعة كباية كده المية دي تكون فترة يعني المية دي تكون اه يعني تقدر تحط ايديكي فيها كده تكون فترة عشان انت الخميرة تشتغل معينا وهناخد معلقة كبيرة من الخميرة بالشكل ده اهي واحط عليها معلقة سكر انا كل استخدامي كله هستخدم تلات معين اتنين قطتكم اه ماءات دي ووحدة مع الخميرة وقلبها كواس جدا وهنركنها لحد ما نختبر الخميرة وتتفاعل معينها ودلوقت زي ما انتو شايفين كده انا اه طبعا هسين الخميرة تخمر كده على جنب وغطتها تعالوا بقى انا عمل مع بعض كده اه السمنة هنشوفها النص كيلو دول هيعمله قد اي اه نا مبحبش اعملها باااااااا بسمنة سايحة او اللي هي السخنة اه اه او المغلية طب ايه السبب ان ديها بتبقى تقيلة على المعدة فالاخف منها اللي هي على البارد ديت اخفى منها بكثير طبعا لكن لو انت عاوزة تحفزي على الكهتك يبقى لازم تعمليه مغلي ادي كوباية كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده هفضيها دي اول كده كوباية معي وهنعيج نشوفها تتاخد كم كوباية ده انا كده وزن المرسي فيه وادس تاني كوباية هيا زيها اهي يبقى كده لحد الوقتي انا نحطيه كوبايتين طبعا انتم عاوزين المرسي اللي احنا بنعيج دول موجود في اي بيت اللي هي الكوباية الازازة اللي باليد ديت هنشوف اقاد الكمية الرأيها تيجي قد ايه كده اعتبر خادت تلت كوبايات اللي ربع بالشكل اللي انتم شايفينه ده يبقى المص كيلو عمل ثلاث كوبايات اللي ربع طبعا عن فضي الكل اللي سمنا اللي فيها لديناها طبعا احنا وزنينها طبعا خدنا اللي في كوباية كله لان دي مقدير اه يعني اه وزنينها فلازم تبقى مضبوطة يبقى عندي كيلو دي ملخول اعطينا عليه معلقتين من السكر زرة ملح وحطينا عليها كسين فانيليا وهنبتدي بقى ان احنا نبس الكلام ده كله كده مع بعضه الاول اهم حاجة لنجاح الكحك ان هو يتبس كويس معاك يعني يتبس هوريك دلوقتي بس اخلط كله كده مع بعضه يعني ان انا ابس العجينة بتاعتي يعني ان انا اخلط كل دي يتخلط بالسمنة ويتشرب بالسمنة اللي عندي زي ما انتو شايفين كده اهو طبعا هبقيتو الاول كله كده مع بعضه وحوريكو بقى ان انا يتدعي بالطريقة دي لازم كله يتشرب بالطريقة دي كده الديق عندي يتشرب من السمنة نفس الشكل اللي انتو شايفينه ده هقولك كل اسرار الكحك ان هو لو شقق معاكي تعلبي الزيت وازاي ان انت لو هتعمليني مشروع ازاي يطلع معاكي الكيلو يعمل معاكي 3 كيلو عن نزام خليك يستمر معايا الاخر الفيديو وللناسي هفطوا اللايك ياريتش هفطي اللايك طبعا هبسو كده لمدة 10 دقايق طبعا زاي ما انتو شايفين كده انا بسيت العجينة بالشكل اللي انتو شايفينه ده طبعا هتبس لقيت كل اللي دي اتغلف بالسمنة بالشكل ده وكده تعالوا بقى نبس على الخميرة اهو شايفينها ملاحظينها ازاي فارد طبعا ما عملت معي كيفوم ده او الفوران ده اعرف ان هي كده الخميرة مزبوطة هنضيب بقى الخميرة كده بالشكل ده مش هنعجن احنا هنلم هنلم العجينة يعني ايه هنلم العجينة يعني بسوابعنا بس كده نبتدي ان احنا نلم المية مع العجينة مش هنضيف اي مية تاني لحد ما نشوف هتتلمي معينا وهتبقى شكلها ايه طبعا هي كده يعني انت او ما هنضيف المية او الخميرة هتبص لقياها بتنشف معاك عادي طبيعي خالص بس هي لسه ما تلميتش معي فهحط برضو حبة مية تاني كده مش هعجن زي ما نقيتلك هنلم بس بسوابعنا كده لاني لو عجنتي العجينة او اشتحكي معاك هيعمل عرق ومش هيبقى حلو هينجف معاك بس كده زي ما انتوا شايفين كده بعمل ان انا بلم العجينة طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا ما استردمتش المية كلها يعني ايه فرض بتاع اقل من ربع كوباية كده يعني خدت الكوباية لربع اللي حاجات بسيطة اللي لتلات معالي مثلا بصوا انتوا عشان تعرفوا بقى طبعا زي ما انتوا شايفينها طبيعة وجميلة ازاي عشان تعرفوا ان هي كويسة معاكو او مش هتشقق معاكو او بكلام ده او مزبوطة معاكو ساملتها كل حاجة مزبوطة او هعملها كده بالشكل ده وغدها طليل طالما اهي طالما ما شاققتش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يبقى العجينة معايا حلوة ورهالكو برضو تاني اهي هضغط عليها كده طالما ما شاققتش بالشكل ده اعرفوا ان انت عجينتك كده مزبوطة هغطيها طبعا زي ما انتوا عارفين احنا مش بنعجن احنا بس لمناها مش اكتر طب نفترض ان انت لقتيها نشفة معاكو هتحط معاها او ما لقتي نسمنة لو لقتيها بتشقق معاكو بقى هي محتاجة السمنة طبعا هغطيها عشان ما تنشفش لان انتوا عارفين ان احنا بشتاء هغطيها بلا ما نجاهز بقى نشوف هنحشي ايه وهنعملي طبعا زي ما انتوا عارفين ان الكحك ما بيخمرش يعني انا هحطاله اه خميرة لكن هو على طول مجرد ما تعمليه تشتغل فيها على طول فانا هجهز دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده انا حشي ملبن انا جايب الملبن حطيت عليها معلقة من السمنة وهبطي دينامق افروكو كده لحد ما هو مش نافع طبعا عوزق جاية اهو طبعا لازم احط معلقة من السمنة على اساس ان هي تقدر ان هي كمان تتفكك معاكو و هنبتدي بقى احنا نكورها كور صغيرة كده اللي احنا نحشي بها تقدري طبعا تستغني عن عن قصة الحشو دي لو انت عاوزات تعمليه سادة اه انا رأيت عندي ملبن اه فقلت ان انا حشي بيه عندك مكسرات ماشي اه تقدري برضو الملبن ده تحطش عليه اه معلقة سمسم معلقة مكسرات اه معلقة سوداني زي ما انت عاوزة عاوزة تسيبي زي ما هو كده او زي ما انتوا شايفين كده هتفرق تخلص معي اه هبتدي بقى لما امسكها كده و اقورها تقور بقى حسب الحجم اللي انا عاوزين ممكن كده ممكن تكبري بالشكل ده هتقور معك على طول طبعا هجهز طبعا الحشو بتاعتي وبعد كده نرجع بقى نشوف اه هننقش بايه طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا جاهز صبعا الحشو بتاعتي هنبتدي بقى نشتغل اه كده في العجينة لازم نبقى مغطينها عشان ما تنشفش ونبتدي بقى زي ما انتوا عاوزة بقى المقاسر اللي يعجبك اعملي بيه طبعا انا بحب ان تبقى صغنانة كده حلوة اهو بالشكل ده هاي هتبقى كده وهحطها على طول في الصغ هحطها بالشكل ده من غير ما بططها وهقولكو دلوقتي هشتغل انا يعني هنقش بكزا نقشة اهو اهو ثمان واحدة بصر اول حاجة طبعا انا يعني هعمل بالبصمة البصمة دي هتلاقيها عند اي عطار وده بتبقى اسهل حاجة وهي دي اللي بيستخدموها دلوقتي في الكحك الجاهز لما بتيجي تشتريه بتلاقي ان هي معمولة بنقشة البصمة وده اسهل حاجة دلوقتي بيعملها طبعا انا مش هاملسك كله اني ماينفعش انت لو هم هتنقشي لو سبتيه اكتر من يعني لو عد علي وقت هينشف معاك فانت كل اربعة خمسة كده هقولك هتنقشوه مزل بدي هتبقى اسهل نقشة معاك بعد كده هوريكو برده نقشة المنقاش اللي هي اه بتاعتنا او الاوليب القديمة اللي احنا بنعمل بيها طبعا زي ما انتو شايفين كده سننقشو هبتدي اهو زي ما انتو شايفين اهو دي البصامة هبتدي ان انا اضغط عليها اهو 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 هبتدي ان انا اضغط كده بالبصامة طبعا زي ما انتو شايفين طالما ما شققتش كده معي طبعا ما شايفينها من جميع النواحي هيت انها مش مشققت معنا كده ان العجينة معينا حلوة اوي ومزبوطة طبعا هبتدي بقى اهو وهي جوه الاسلامية كده هبتدي ان انا اضغط عليها بالشكل ده اهو بتبقى اسهل بصمة طبعا زي ما انتو شايفين كده استدم خدش واحتمعي هوت عملته على طول هنخش بقى اللي هو هننقصه مع بعض او المحشي اه طبعا عشان تعاليني ده من ده فانتي لازم تغيري النقشة فانا اول حاجة هاخد قطعة كده زي ما انتو شايفين هعملها بالشكل ده هفردها كده هبتدي ان انا اخد واحدة من الملبن هبتدي ان انا اقفلها كده تاني عليها وبتدي بقى ان انا اقوارها عالي خالص اهو بالشكل ده اهي بعد كده بقى هديب المنقش بتاعي هبتدي بقى اعمل اي شكل ايا كان اهو ده المنقش طبعا ده معروف من زمان هتلاقيه بردو عند اي عطار اهي بقى انا كده اه غيرت النقشة وعلمت ده من ده علمت المحشي من السادة في بقى اشكال كتير برضو هاوريها لكم انا شغالة طبعا في عندي برضو هنا القلب ده برضو لما موجود برضو عند اي عطار تداري برضو تعمليه بالشكل ده كده في اشكال كتير بس هو اسهل حاجة بالنسبة اللي هو المحلات وكله بيشتغل بيها هي البصامة باقيه كده بالشكل ده بقى طلعتي معاك شكل تاني خالص بس زي ما انا قلتلكم اصل حاجة هي البصامة برضو هعمل واحدة تانية وهبعدو هوريها لكم ازاي نقشتها نقشة متفارفة تانية طبعا دي برضو حاشتها نفس الحشوة انا قطعت الحاجات بسيطة كده دي انا برضو من النقشة التانية كده بالشكل ده بس يعني النقش ده بس يعني هتفترق اي حاجة اي حاجة هتابع معك شكل حال انا دايك اتواطي هتشايفين حاجة ما علينا اعمل لكو دالي برضو عندي برضو هنا عنجمة ممكن انا نقشي بيها بالشكل ده وهقفله زي الملبن بالزبط هقفله كده وابتدي ان انا اكوره بالطريقة دي هبطل بس التلقيقة بسيطة كده وابتدي بقى ان انا اعملها بالشكل ده اهي تبقى برضو مختلفة بيبقى برضو حشية كزا حشوة مو عندك بندق تقدر يتخش بيه طبعا هكمل كله بقى بنفس الشكل ده كده واقولكو على طرقات التسوية طب نفترد ان انت ما عندكش لبصامة ولا اي حاجة تمقش بيها هقولك على برضو طريقة حلوة اول حاجة هتعمليها زي ما احنا عملناها وهنبططها كده وهنجي بالسكينة بداية برضو اهو هنعمل بالشكل ده كده ونجي عكسها نعمل بالشكل ده كده اهو عملت طريقة البصامة وبسكينة بطريقة حلوة قوي ويطلع معاك الشكل جميل زي ما انتو شايفين كده وزي ما انتو شايفين كده خلصنا طبعا واسهل حاجة زي ما اعطيكو هي البصامة اسهل حاجة مش هتاخد منك وقت وعلى فكرة برضو فيه شكل كده انا عملته او ميرالا عملته او زي ما انتو شايفينه الشكل ده بس ده يعني اتعمل بالبداية دي بتاعت المعمول لو انتو شايفينها المقشة دي دي بتتجاب كده هو تجاب يعني بشتريها دي بتتعمل المعمول فطبعا المعمول انا لسه معملتوش معاكو خالص بس انا حبيت اوريها لكو او هي حبيت تجربها زي ما انتو شايفين طبعا طريقة التسوية بتاعتو هندخله على فرن فرن 180 متين بكتير قوي هيقعد من 10-15 دقيقة هوريكو شاكله لما يطلع وهقولوكو برضو لما يطلع هقولوكو ازاي ان الكيلو هيوزني معاكو 3 كيلو وهنرجع بقى يدخلوا فرنه ونرجعلكو دي وزي ما انتو شايفين كده طبعا قلتلكو ان هو يقعد عشر دقايق او روبا ساعة في الفرن على درجة حرارة 200 هوريكو كمان شاكله عامل ازاي اهو زي ما انتو شايفينه طبعا واحد اللون الدهبي الهادي من تحت نفس المزام ادي كده دي طريقة التسوية بتاعتو طبعا اللي بقى عاوزة تعرف او ان هي فتحة مشروع وعاوزة تعرف ان هو ازاي الكيلو دي هيامل معاها هيامل معاها 3 كيلو على المزام اللي هو اللي احنا حشناه طبعا اي حشوه انت هتحشي بيها مع السكر هتوزن معاك 3 كيلو اما السادة لما تعمليه الكيلو دي هيامل معاك 2 كيلو يعني كيلو دي هيامل معاك 2 كيلو لو سادة لو بالحشوه هيوزن معاك الكيلو هيوزن 3 كيلو طبعا اتمنى تكوني الوصفة عجبتكم وطبعا مجربوها وقولولي بقى اي رأيكم في التعليقات وما تنسونيش بقى في اللايكات وانتظروا لسه معانا في الفيديوهات تانية هنعمل لسه معاكو البسكوت والبيتيفور من القشير انتظروني في الفيديوهات تانية كتير وكل سنة انتم طايبين وقول لكم باي باي اشتركوا في القناة